الإطار الوطني محمد أمين بن هاشم أمين البداية بكرة الخدم كما كان متوقعاً المنتخب المغربي يرتقي في تصنيف الشهر الجديد الفيفا الصدر اليوم الصدر قبل وقت قاسر من اليوم المنتخب المغربي ارتقى 17 مركزاً بات يحتل المركز الرابع والستين عالمياً والثاني عشر إفريقياً ربما هذا التصنيف كان متوقعاً بالنظر لنتائجه في تصفية الإفريقية بعد الفوز ذهباً وإياباً على منتخب الكرباء بطبيعة الحال لأن المنتخب الوطني المغربي استفد كثير من مواجهة رأس الأخضر ذهباً وإياب مبارتين اللي اعطونا عدد كبير من النقاط كل مباراة عطتنا 1293 نقطة مبارتين بجوجة عطتنا 2586 نقطة اللي خلتنا أكبر مستفيد في القرى الإفريقية لأنه جميع العوامير كانت في صالحنا فوز خذينا فيه 30 نقاط أهمية المباراة عطتنا 30 نقاط وكذلك حنا المنتخب الإفريقي اللي يواجه المنتخب رقم واحد في إفريقيا بخذينا 269 نقطة إذن كنا أكبر مستفيد وكان متوقع أنه المنتخب الوطني المغربي سيخطو خطوة مهمة في سلم الترتيب لكن تبقى دائماً أنه السبب اللي تخلينا ما ترتقش أكثر هو عدد النقاط اللي حزنا على هذه ثلاث سنوات اللي دائماً كانت تكون عائق أمامنا سواء في المباراة الرسمية أو الودية أو الودية لأنه كان عدد كبير من الهزائم كان عدد كبير من المباراة لما لعبناهاش ضيعنا عدد كبير من النقاط توريخ في فضل يعني عدد كبير من النقاط اللي خلنا نعانيه وإلا فكنا نكون الآن في شابو دي ولا شابو آ في قرعة كأس العالم هذا هو السؤال موالي أمين المنتخب المغربي كان في المستوى الرابع يعني يتقدمه في الترتيب العالمي والإفريقي أصبح المنتخب المغربي في التصنيف الثالث على اعتبار أن كل التصنيف يضم خمس منتخبات هل المنتخب المغربي هذا التطور على مستوى الترتيب سيتجنم واجهة منتخبات كبيرة في القرارة الإفريقية في تصفيات المونديل أو في قرعة المونديل المرتقبة شهر يونيو المقبل هو المنتخبات القوية سنواجهها سواء كنا في شابو دي أو شابو آ أو شابو تروي لأنه هذا شابو تروي اللي احنا فيه عفتيش كله فيه فيه الكاميرون فيه جنوب إفريقيا فيه مالي فيه منتخبات قوية كذلك منتخبات قوية سنواجهها ولكن كنت صلقنا صبر الترتيب أحسن كممكن أنه نتفادوا منتخبات اللي أقوى كالمنتخبات اللي كان في شابو آ اللي صعيب جدا أنك تواجههم كالمنتخب كو دي وار منتخب الميسرين منتخب تونسي اللي كان في شابو دي فكين المنتخبات قوية اللي ممكن نواجهها الآن فصاعدا خصنا نفكره حتى في المباريات اللي ويدية تكون مع فرق كبيرة لها تغتيب متميز خصوصا لأنه شوف كين المواجهات كين الإقصائيات وتظاهرات اللي غادي نمشون هي أوليها والوقت لما تكون شاد الإقصائيات فالختيار دي المباريات اللي ويدية في تواريخ الفيفا في تواريخ الفيفا يجب أن يكون دي الستراتيجية دي التحسين الترتيب بل فعل لن نقع في نفس المشكلة اللي وقعنا فيها حاليا بالفعل مواجهات منتخبات يعني عالمية كبيرة الفوز فيها يعطينا المغرب العليم من النقاط تجعله يرتقي في ترتيب